دخلت الفريق الأول. فاكر أول لحظة دخلت فيها غرفة الملابس. شفت مين من اللعبة الكبيرة؟ لا شفت مين اللعبة الكبيرة دي أنا بالنسبة لي بالنسبة لي حكاية. حلم. أه حلم. أنا أقول لحدك حاجة يعني لأخفى عليك سراً. أنا كنت من بمشي وقابل حد من حضراتك في كل دور في اللبس. إحنا كلها كنا نفس المبنى. أنا كنت مفرحتي والله كابتن مصطفى كنت أروحك لأصحابي. بقول لهم نهاردة تخياله شفت كابتن مصطفى. تخياله نهاردة كابتن الخطيب كان مش عاب بيعمل إيه. كابتن مصطفى كان بيتكلم مين وبيضحك. مش بسدقينكم. لا يعني أنا بحكي من فرحة مبسوط يعني رحان جدا. عشان كاي بقول لحضراتك كان حاجة حلوة سبحان الله أن كلنا في نفس المبنى بكلنا في نفس الملعب. طبعا أقول لحضراتك حاجة كنا بنلعب متشاط الدوري في نفس الملعب. الساعة واحدة. كان بيبقى عندوكم مثلا فترتين في اليوم. بتتمران الصبح. الساعة 9 والساعة 5. وتتغدوا كويس. وبتيجي تعودوا شوية تريحوا. وفي وقت كده معظمكم كان يجي تفرج علينا. أنا بالنسبة لي النجوم اللي قاعدة تفرج دي أنا بالنسبة لي كان بيبقى يوم عيد. وحياة ربنا كابتن مصطفى. مش عايز أقول فرحات جدا وعايز ألعب وعايز أطلع كل اللي عندي اللي بتفرجوا علي دول يا جماعة. أنا بالنسبة لي كانوا حلم. نعم. فالحمد الله كملت. أول يوم دخلت قطة لمش ما كانش الفريج الأول على فكرة. كنا بنغير لبسنا في القطة الناشئين. مبدئيا بس عشان الناس تعرف. في حاجة اسمها لعب كي بردى ليه هبة في كل حاجة على فكرة. كنا بنغير في قطة الناشئين. وبعدين. بعد ما لعبت بقيت يعني خلاص بقيت موجود بقيت هطلع قطة الفريج الأول مع طبعا مع نجوم الكبارجي. طلقت الفريج الأول وفي الغرفة بتاعت اللعبين. مين أول لعيب لما علاء بدأ يلعب مع الفريج الأول. مين أول لعيب يحتضنك وأول وانت حسيت كده ان ده هيبقى صديقك وان ده أنا مع الفيلا دي بقالي سنين مش بقالي مثلا شهور أو أيام. بيدون نفاق. طبعا ما هذا. خانس والله. معظم اللعيب كلهم. مجد عدد منخاني. حضرتك طبعا. يعني أزهارك كتبال مع حضرتك كده وفي قوات كده بكش مستدى ان انا بتكلم معك فتا مصطفى وكتا الخطيب. لا سدى احنا عدين مع بعض. لا دلوقتي. لا بصك فتا مصطفى والله الجيل ده كان في ميزة يعني وكان بيسلمة للأجيال البعض. اللعيب الصغيرة والناشة كان بيطلع فوق. والله بجد. وسط اخواته الكبار. عايزينه ينجح. الحاجة الحلوة كمان ايه. ان كلهم عايزينك تبقى كويس. يعني فيه ناس في لقاء كابتل عم مكاني. الكبير بيساعد الصغير. بالزبط. وناس في لقاء مكاني عايزينها بقى كويس. يعني أنا طلعت كان نص الملعب حاجة تخد. مكنش أفكر ألعب على فكرة. وما طلعت عشان اتمرن. باتمرن لكن حتة ان نلعب كابتل رمضان السيد. كابتل مجد عبغاني. كابتل سطا. كابتل خالق جدالة. كابتل محمد عامل. كابتل مختار مختار. طب انت هتروح فين. ناس كبيرة جدا. انت لما شفت النجوم دي كلها. انت فكرت ازاي. او قلت هلعب عليهم ازاي بمعنى. ما فكرت في هلعب عليهم ازاي دي. لكن فكرت ان انا كل ثانية مش عايز اضيعها. انا عايز كل يوم استفاد. عايز كل يوم احاول احسن نفسي. كل يوم ابص الناس الكبيرة دي. وحاول ابقى كويس. حاول اجريهم. وشو بيتمرنوا ازاي. وحاول ابقى كويس. لكن هلعب امتى دي. حاجة بتاع تربي. لحد ما فجئت ان اول مباراة. مستكتلت شئة اللي هتلعب. مباراة بور فقات في الكس. مباراة. بور فقات في الكس. كسبة 2-0. كنت اساسي ولا احتياطي. كنت اساسي. كنت محمد عباس وشيف عبد المناء. يوم ما قال لي انك هتلعب. مستكتلت شاي. انا طبعا من روح الحامدية. والله العزمية كانت المشطفى. بالشايف. بالشايف. مش مصدق. وفرحان. كل كل الشعور ده. وعايز بكرة بقى كويس. فالحمد الله كان اول مباراة اللي عبتها. الحمد الله بعدها بقيت موجود اساسي فريق النادي الاهل. لما انت بصيت كده وقلت النجوم دي كلها. هل هيجي علي وقت يا علاقة ميهوب. وانت عبتكلم نفسك كده. هيجي علي وقت. بقى زي النجوم دي كل ولا كنت واخدها تحدي ولا كنت ايلي بتفكر فيها. كنت بقى حلم يا بقى زي النجوم دي. حلم. طيب. عشان توصل للنجومية دي. ايه اللي انت عملته. وده درس بالنسبة لكل الناس. عشان توصل لازم تضحب حاجات كتير جدا. زي. وما انت بتلعب كرة متضحب. وانا مش عاوز اسمع ايه شعرات. تضحية. لا. لا تضحية. تضحية يعني. اوهم حاجة تلكز في كرة. تحافظ على نفسك كويس قوي برا الملعب. تحول كلهم تعلم حاجة كويسة. في حاجة بقى مهمة لازم تعرفك كويس قوي. انك تقدر ايمت انت في النادي الاهلي. في وسط نجوم مش موجود زي. وصلت.